وقت يتغير مودو ما تلاحظون في كثير من العلاقات أنه بعد الزواج يبدأ يفكر بالطريقة مختلفة لا تزعجيني ترى أنا مشغول روحي ولا لا تيجي المفروض هنا المرأة ترجع تأقلم نفسها مرة ثانية أن هي تكون وهكذا شوية على حسب مودو أنت اليوم تبغاني تفصيلية بصير تفصيلية بكرة تصير تفصيلية هنا المرأة تهلك تهلك أنت تريديني أجاوبك عن وضع بعض الأحيان يكون معمم لكن هل هي مسؤولية المرأة ومسؤولية المجتمع ومسؤولية أهلها أن يعرفوهم على نفسه بحيث أن الرجل ما يتفاجأ أن هذه الأسرة قد تكون العلاقات بيناتهم مختلفة عن أسرتي أنا أتفق معاك مع الأسف أنه بعض الأحيان بسبب الزواجات العائلية الشخص ما يتعرف على شريكة المستقبل وينصدم مستقبلا لما يجد أنه مثلا عندها مثلا ثقة بالنفس عندها طموح كبير عندها رغبة أنه يتصير شيء مختلف عن الشيء اللي هو تربى عليه بس يمكن هي مسؤوليتها في هذه الحالة أنه تقدم لها الموضوع بأسلوب الملعقة شوية 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 والله مسكينة هالمرأة اللي المفروض تقعد دادي كل هذا الشيء هي ارتضت لنفسها أنه تكون العنصر الأقوى و Engrella و هي ارتضت لنفسها أنه تكون العنصر الأثكأ هي ارتضت لنفسها أنه هي اللي تأسس الأسرة الأسرة لا يؤسسها الرجل الزواج يؤسسها الرجل لكن الأسرة تؤسسها المرأة وهي اللي تحافظ عليها وهي اللي تقدر تخليها الشيء وهي اللي تقدر تعدمها الآن بعض الأحيان أنت تتفاجئ مثلا في بعض الكتابات تقول لك أنا أستاذة في الجامعة وفي البروفيسور وما دعيش وحياتي كلها مبنية على رضا زوجي أنا أعتقد هذه الإنسانة أذكى من عندنا بكثير لأنه عارفة زوجها رح يقرأ هذا الكلام ولو بعدها قالت له غير لي سيارتي أو أنا بطلع مع صحباتي سواء تلك فهذا جزء من الذكاء لأنه عارف إذا هو ما غيرها هي رح تغيرها غصبا عليه في زمن المرأة الآن ما يقدر يسوي لي شيء مش بالقوة سيدتي فيه أشياء تحل بالقطرات تدريدك تارسامة تذكرني بأيش تذكرني بأمي الله يطولي بعمرها إذا جت تساوي بيني وبين أخواني تمسكني على جنب وإنت الكويسة وإنت الذكية وإنت الكبيرة يعني تمسك أخوي إنت الكويس وإنت الذكي وإنت الرجل وبالأخير كلها نلين إذن مين الذكي في هذه المعادلة؟ أمي حسنتي إذن أنت أثبت أن المرأة هذه المرأة البسيطة اللي الله يعلم يطوله بعمرها استطاعت أنه تحرك أشخاص مثقفين مثلكم وعندهم شهادات كبيرة إنت لو تنظري الآن إلى الوضع الاجتماعي اللي أمي وأمك وأبوي وأبوك فيه احتمال كبير تقولي هذا المجتمع هذول كيف أسسوا أسرها كيف ربونا كيف وصلونا إلى هذه المرحلة من النضج الإيجابي أو غيرها لكن لأنه المرأة أذكى من أنه تقعد تتشادد بهذه الأشياء استطاعت أنه تقول بالرجال بحيث أنه صار مثلا بس إجا وقت صلاة العيشة ما عنده مكان ثاني يروح له حتى لو كان عنده صحاب وعنده استراح أول فكرة في باله أنه يرجع إلى البيت حتى وهم يتشاددوا تشوف فيهم المرأة استطاعت أنه تحتوي الرجل بطريقة بحيث حتى هم يتشاددوا وما يجدلوا بديل آخر هذا مو معناها أنه ما في ناس متطرفين في كل الاتجاهات في نساء صعبات المراس وفي رجال بصراحة صعب أن تحطيهم في قائمة الرجال حطيهم في قائمة الذكور بس مو في قائمة الرجال المرأة استعدم من زوجها طب الرجل استعدم من زوجته تسأليني أنا سويها تحية أنا سويها مو عشان شيء لأن عشان تعرف أنه أنا وين رايح عشان هي تطمن علي لا يوجد فيها أي انتقاص من رجول هذه ما أرجع أقول لك هذه ليس رجولة هذه ذكورة بعض الأشخاص يعتقدون من قدرة العضلية المصد يقول لها وانت ليش تسألي وانت دخلك انت هذا لا يعزز موضوع الثقة بين الطرفين ولا يشعرها هي أنه هي جزء من هذه الأسرة لذلك لما تجيها الفرصة هي أنه تهمل المسؤوليات المطلوبة من عدد تهملها لأن هي ما حاسة أنه هي شريكة في هذه العملية هي حاسة أنه هي مستخدمة في هذا المكان أما الرجل اللي يعتقد أنه رجولته معناها أنه أنت لا تسأليني هذا معناها في بطن ريح طب أنا عندي سؤال آخر أنا مش هسأل أنا هعقب على كلمة قلتها منه شوية وكنت أستند دوري جوش أنا عقب عليها أنه أنت قلت أن المرأة ارتضت أنها تكون هي الأسكى والمرأة ارتضت أن تكون هي الأقوى أنا أرى أن هذا ممكن يحط على ما أعاتق المرأة أكبر من الدور اللي هي ممكن وين يزوج دوره؟ يحط؟ أكثر من هذا؟